موسيقى 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 السلام عليكم مرحبا بكم اخواني في قناتكم استفهام عام اليوم ان شاء الله هزيت نشارك معكم تجربة ديالي مع سياش بونك اللي دم تقريبا اربع سنوات غنعطيكم الايجابيات اللي كانوا عندي وكذلك السلبيات اللي وجهتني اذا على بركة الله فبنسبة للسياش بونك عندهم ثلاثة ديال الحسابات اللي هما مجانية الحساب الاول هو كوترونت هاد كوترونت خاص بالشباب اقل من ثلاثين سنة سواء كان ذكر او انت وهاد الحساب كيكون مجاني وما فيش اقتطاعات وكذلك باك سيدتي اللي دار مؤخرا وهاد الباك خاص بجميع السيدات يعني اي سيدة يعني كانت بنت او مرأة فيمكنها سجيل مجانا وما غادي يكونوا تاقتطاعات على حساب دياله اما الحساب الحساب الاخير واللي قدمته لنا هو باك موظف وهو خاص بجميع الموظفين فيكفيك انك تمشي لاجونس وتعطيهم الوتائق اللي كتدل على انك موظف وغادي يفتحلك واحد الحساب اللي كذلك مجاني وما فيه حتى اقتطاعات اذا هدو هما ثلاثة اللي مهمين عندنا واللي كنلقى بزاف ديال الاسئلة حولهم لان الكل كما كتعرفو كيبحث على الحسابات المجانية واللي ما يكونوش فيها اقتطاعات كبيرة خصوصا ان بعض الابناك فيها اقتطاعات كبيرة وكبيرة جدا اذا هنتحدثو اولا على كوترونت فلي بغى الدرس كامل فقد قمتو بشرحيه مسبقا وغادي نخليلكم الرابط دياله في وصف هاد الفيديو وباش منطولش بزاف هنعطيكم طريقة كيفاش تفتحو حساب بكل بساطة فاولا كنمشيو الموقع الرسمي ديال ثم كندخلو نختارو كوترونت وكنديرو فتح حساب وكنعمرو جميع المعلومات الحقيقية ديالنا كنأكد عليكم اخوتي ديرو المعلومات الحقيقية ديالكم لانه بعد ثمين وربعين ساعة غايتصلوا بك وغادي يحاولوا ياخدوا معلومات عليك ويأكدوا المعلومات اللي قمت انت بكتابتها في اللون اذا بعد ما غادي يوافقوا على انك تفتح حساب عندهم غايتصفتو لك في الجيميل نميرو ديال الحساب ديالكم يعني رقم الحساب وملي غايت تصل بهذا رقم الحساب غادي يخصي تمشي لاجونس ديالهم باش تستلم لكارت ديالك فيزا كارت وهنا غايعطوا كتالوج اللي في مجموعة كبيرة ديال البطاقات هتختار انت اللي لأماتك واللي جاتك على القناة وغايتنتظر تقريبا اسبوع باش تخرج لك البطاقة وتاخدها وهنا غادي نهضر على الناس اللي خدامين في الانترنت اللي كيبغيوا يشريوا من المواقع الاجنبية وكذلك المواقع المغربية والناس اللي كتبغي تفعل البايبال وتسحب الاموال ديالها منه فهنا غادي نقدم لكم كارت فيزا اي شوبين اللي سبق كذلك وشرحتها في فيديوهات سابقة فهذا الكارت هدي مميزة ديالها انها هي كارت وهمية كتحاولوا تشحنوها من الحساب ديالكم مباشرة من تطبيق سياش بونك وبالتالي هذك الرصد اللي كيكون فيها كتقدروا تشريو به او كذلك تسجلو به في مواقع يعني جميع المعاملات اللي كتكون بار انترنت ولكن المهم هنا هو انكم إلا بغيتوها خسكم تأكدوا العميل اللي في الوكالة بأنكم بغيتو هاد البطاقة باش يقوم بالطلب ديالها لأنهم عند فتحك الحساب في سياش بونك فما غادش يعطوكم هاي شوبين إلا إلا طلبتها منهم والمدة فاش كتخرج تقريبا بين 15 يوم حتى العشرين يوم هدي مدة يعني كانت سابقا يعني الان يقدر يكون مدة أقل وبالنسبة الاقتطاعات فما كينش اقتطاعات كبيرة الفيرس مو يعني في فيرسي لك شي حد ولانت بيتي تفير الرسك فكيكفيك درهم واحد كباقي البنوك وكذلك عدنا 144 درهم ديالة الدوتاسي وخسك تأكتيفيها باش تقدر تشري من الانترنت وتفعيل هاد الخدمات اللي كتقدمها لنا هاد فيزا إي شوبين وتمن هاد البطاقة هو 66 درهم في العام فهدو اقتطاعات اللي تكون سنوية ومرة واحدة فقط وكذلك غن تحدو على تطبيق سياش موبيل ديالهم فهو تطبيق جيد جدا لانه كيعطينا بزاف بزاف ديال الخدمات اللي نقدرو نديروها احنا في المنزل ديالنا بلا ما نمشيو اللاجونس كدفع الفواتير تحويل الاموال مراجعة الحساب وكذلك يمكنكم تحويل اللاجونس ديالكم وشحن رصيد الهاتف النقال وغيرها من الخدمات اللي كتسهل علينا تنقل حتى الوكالة فبالنسبة يعني المشكل اللي واجهت افضل اربع سنوات خصوصا في السنوات الاولى فلقيت واحد المشكل الكبير بزاف هو ان هاد ليزاجونس او الوكالات ديال سياشبونك يعني قلال بزاف المدينة تاعت الكاملة تقدر تلقى فيها جوج ولا واحدة على حساب المدينة واش كبيرة ولا صغيرة وكين بعض الويلاجات اللي ما كينش فيهم تقريبا هاد سياشبونك قاع يعني هادي السلبية الاولى ثم السلبية التانية هيا كين بزاف ديال المرات كان مشي كان بينقديش غارض اللي هو بالزربة ولكن كنلقى بلا السيستيم طايح وبالتالي كتضيع لي بزاف ديال الفورص هاد شي سابقا ولكن الان الحمد لله تنحس وعد يعني تحسن كبير اللي ولا وخصوصا في تعامل ديال الناس اللي خدامين في هاد الوكالة هدي فسابقا كنتي قد قول لي بغيت تلاكرت فيزا اي شوبين باش نفعل بايبال تيقول لك انا معارش قاعش ناو بايبال وهذا اللي كان مشكل ومشكل كبير بزاف كيواجهوه الدراري ولكن الحمد لله الان ولا كل شي عارف اشكين ولات الخدامة اللي مقدمة من طرف هاد البنكة تتلبي الحاجيات ديالنا اليومية وكذلك العملية وكذلك اهم مشكل اللي كانوا كيواجهوه الاصدقاء كل مرة كالقوا اختراقات اللي كتمشي للناس المبالغ ديالها رغم ان هاد المبالغ كيعودوا يرجعوهم الناس ولكن هادا كيسبب لا امان للناس اذا عادي من المشاكل اللي اللي كانت تواجهنا ولكن الحمد لله مؤخرا بنت ليابا انه مبقاش بزاف وبالنسبة الناس اللي بغاوا يامنوا على حساباتهم اكتر فرا شرحت واحد الفيديو سابقا كيفاش تديرت امن راسكي اللي بغيت تشري من الانترنت فهدا ضروري خصكم تشوفوا اخوتي باش تقدروا تحميوا حساباتكم واموالكم وحتى لا قدر لاوقع شي اختراق مايمشوش لكم فلوسكم كاملين اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم اعطتكم تقريبا تجربة ديالي الخاصة مع هاد سياش بانك الى بنوا لكم الايجابية كتر من السلبيات فمع لكم الا تسجلوا في هاد الحساب ولا بل لكم حساب اخر حسن منه فيمكن لكم تمشيوا ليه لان انا لا اقوم باعلانات او لا كندير اشهر لشي بانك انا فقط اتحدث عن تجربة شخصية الى اعجبكم اخوتي الفيديو ديروا جيم باش يطلع للناس وبرتجوا مع اصدقاء ديالكم اللي مهتمين ولكن اخي اختي هادية اول زيارة لك للقناة فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا اول باول وادمتم في رعاية الله